بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم كما تعلمون جميعا بأن أغلب المراكز أو مراكز تصحيح سوف تنهي التصحيحات غدا إن شاء الله يعني لقد أخذوا عشرة أيام تماما يعني بحسابها وكنا قد ذكرنا في أول أيام تصحيح باللي التصحيح عادة يأخذ عشرة أيام يعني هذا هو التصحيح الحقيقي هذا التصحيح الذي يأخذ عشرة أيام رغم أنه عشرة أيام تباني لكم بزاف ولكن هذا في منفعة التلميذ وفي منفعة الطالب لماذا؟ لأنه عشرة أيام الأستاذ يأخذ فيها الوقت الكافي لتصحيح جميع الأوراق تخيلوا معي بللي أستاذ واحد يأخذ أن باكي اللي فيه 150 إلى 200 ورقة يوميا تخيلوا معي فتخيلوا معي بللي 200 صفحة أو 150 ورقة كيفاش غريد يدير مستحيل أنه يصححهم في يومين أو ثلاث أيام فخمسة أيام إلى ستة أيام للتصحيحات الأولى خمسة أيام للتصحيحات الثانية ففي هذا الحالة أنا أهنئ جميع الأساتداء على المصداقية أنتحهم وعلى العمل الرائع اللي قاموا به وهو أنهم خداوا الوقت أنتحهم لقراءة أوراق التلميذ باش ما يضلموا حتى واحد هذا هو الأستاذ الحقيقي وهذه دايما نكررها لكم وهذه في مصلحة التلميذ قبل الأستاذ لأن الأستاذ مدى به يكمل بسرعة ويروح للدارة ويرياح ويخلص باش نكونوا صريحا مع بعض ولكن الأستاذ اللي عنده ضامير مهني مستحيل يدير هاتشي يفكر دائما أنه هذا الورقة اللي رهي بين يديه راح تعطي للتلميذ وريح تكون المستقبل تلك الميذ راح تبني المستقبل تلكه ولا تهدمه النقطة الثانية اللي راني حابة نطرحها في هذا الفيديو اللي هي الإعلان عن نتائج البكالوريا متى سيكون الإعلان؟ الإعلان رهم يقولوا أنه الإعلان راح يكون بين 16 17 18 أو 19 كحد أقصى وأنا أظن شخصيا باللي النتائج والإعلان عن النتائج سوف يكون يوم التاسع عشر من جوليا لماذا؟ لعدة أسباب أول سبب هو كما شفتوا أنه بعض المراكز تعتصحيح راح عندهم مشكل مع أساتدات العلوم الطبيعية وهذا المشكل كنت تكلمت عليه سابقا وكنت قلت باللي أنا ضد فكرة أنه الأستاذ يستغل الموقف هذا الموقف بالذات باش يطرح المشكلة لنتائها خاصة موضوع البكالوريا وموضوع النتائج وعاود الآن خرجونا بمشكل جديد قال لك الأساتدات يشتاكون من يعني لاباي النقصة يعني عدم تثمين الأوراق يعني شوفوا التحايل في الكلمات عدم تثمين الأوراق تحت تلاميذ وهما ما راهمش يفكروا في مصلحة التلميذ هاد الأساتدات اللي يديروا هادشي ما راهمش يفكروا في مصلحة التلميذ لا هادرهم يفكروا في المصلحة الشخصية لأنه تثمين الوراقة معناها زيادة الأجر معناها زيادة أجر الوراقة على ما أدن أنه كل ورقة الأستاذي صحيحة يخلص عليها جو بانس 80 دينار يعني 80 دينار جزائري أو 100 دينار جزائري ما نشعر فأكزاكتش حال ولكن علاش تستغلوا هاد الفترة بالدات اللي تلاميذ را فيها أنستخاس اللي فيها أنتخاك اللي فيها خوف كبير اللي فيها قلق كبير التلميذ خصة يعرف النتيجة في أسرع وقت ممكن راه خايف راه يفكر في المستقبل وانتوما تستغلوا هاد الموقف وتقولوا نحن وضعنا إضراب لأنه لا يوجد تثمين لوراقة التلميذ وهذا يعني كذبة كبيرة أكبر كذبة صنعتموها وهي تثمين ورقة التلميذ لأنه إذا فعلا كنتوا حابين تديروا تثمين لورقة التلميذ ما تطلبوش الأجر العالي وإنما تطلبوا الوقت الكافي أنا نحب الأستاذ اللي يقول أنا ما يكفيونيش عشر أيام ما كاش أستاذ في هاد المؤسسات كلها يقول لك أنا ما يكفيونيش عشر أي عشرة أيام للتصحيح أنا لو كان يجي أستاذ ويقول لك أنا لا تكفيني عشرة أيام لتصحيح الأوراق زيدوا لي أيام أكثر ديروا لي 15 يوم ولا 20 يوم للتصحيح بالتصحيح هذا الأستاذ أنا نحترمه ونرفع لها القبعة لماذا؟ لأنه هذا الأستاذ يفكر بضمير مهني ويفكر في مستقبل التلميذ ولكن الأستاذ اللي يجي ويقول لك تثمين أوراق التلاميذ وزيادة الأجور وزيادة هذه أنا ضد هذه الفكرة خاصة في هذا الوقت علش هاد الأستاذ ما تكلموش على هاد المشكل قبل الباكالوريا وقبل تصحيح أوراق الباكالوريا علش هاد المشاكل كلها درتوها فقط كيبدأ تصحيح الباكالوريا كين تلميذ اللي راح خايف كين اللي راح مقلق كين اللي راح ستخيسي لماذا ترهبون التلاميذ؟ كين راكم تديروا هكذا على باتكم باللي كين بزافة التلاميذ اللي جاهم انهيار عصبي لماذا؟ لأنه يقول لك دوك يتأخروا علينا في صب النقاط دوك يتأخروا علينا في الإعلان عن نتائج الباكالوريا وهذا صحيح لأنه هاد الزوبستاكل اللي راح مديروهم كأساتدة وهذا عيب عليكم هادو راح يأثروا على التلاميذ سلبا وراح يزيدوا الخوف انتاعه وراح يزيدوا القلق انتاعه فأنا أدعو جميع الأساتدة اللي راح يتفرجوا في القناة التاعي وأعلم أن هناك الكثير من الأساتدة اللي عندهم ضمير مهني أنكم يعني تتقون الله في هذا التلاميذ وتفكروا أنه كين مستقبل أمة كاملة راح بين يدكم فما تستغلوش هاد الأوضاع وما تستغلوش هاد الاسيتيواتيون باش تديروا يعني تزيروا على الحكومة والحكومة يعني تستجيب لمطالبكم فقط من أجل إنهاء مهمتكم وإنهاء عملكم يعني والله عيب كبير وعار كبير جدا 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 وأنا مستاءة جدا هذه النوعية من الأساتدة لكن على كل حال انتم كتلاميذ ما لازمش تخافوا ما لازمش تتقلقوا لازم تعرفوا بالليل حكومة الجزائرية مسيطرة على جميع الأوضاع يعني أي أستاذ أو أي عنصر يسبب خلل في داخل المنظومة التربوية يعني رايح يمحى تماما يعني كنوا يعني مضمئنين من هذا الجانب لازم تفكروا الآن فقط في المستقبل انتعكم فكروا في واش رايحين تديروا كيتربحوا الباك لازم دايما تكونوا متفائلين حسنا فكما كنا نتكلم سابقا عن نتائج الباكالوريا فكما قلت نتائج الباكالوريا سوف يتم الإعلان عنها يعني ما بين 16 إلى 19 وأنا متأكدة 100% بالليل إعلان سيكون يوم 19 جوليا إذا لم يكن قبل وذلك لنظرا لهذه الأسباب يعني اللي خلقها الأساتذة المصححة للأسف الشديد ولكن كذلك في نفس الوقت أنتم لازم توجدوا نفسكم من الآن وجدوا مثلا ورقة التسجيل اللي فوتوا بها الباك باش كيف يفتحوا السيطة الباك يكون كل شي عندكم مواجد كيم بزاف تا التلاميذ راهم يشكوا من أنه ما عندهمش الكود دونك لي ما عنداش الكود يروح يحوس عليه لي ما لقاش يروح للأكاديمي ولا يحوس على أي وسائل لاستعادته دونك هذي هي أبرز المعلومات تاع اليوم دونك نتمنى تكونوا استفدتوا معايا إذا عندكم نمبرتك الكشير اللي هالي في الكومنتر ترجمة نانسي قنقر